بسهل الخير اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الحياة اليوم تمت السيطرة على حريق خط نبيب طريق الاسم علي خلاص تم السيطرة على هذا الحريق عايز اقول لحضراتكم انه هو حريق ضخم كان للغاية وبدأت المسألة بعد الظهر تتكلموا يعني من ساعتين او من ساعتين ونصر تقريبا او من ثلاث ساعات بدأت الناس تقول ايه اللي بيحصل في المنطقة دي حتى الان الاخبار اللي عندنا والانباء اللي عندنا المؤكدة لان احنا في الحالات اللي زي دي لاجب ان احنا بنستنى للتصريحات رسمية فيه سبع مصابين فيش ضحايا الحمد لله حتى الان سبع مصابين واحد وثلاثين سيارة تفحمت بالكامل ايه اللي حصل اللي حصل ان ده خط بترول شقير مسترد ده جاي من البحر الاحمر وبيعدي بطريق مصر الاسماعيلية الى مسترد الخط ده حصلت فيه حريقة او حريق والحريق انتشر زي ما حضراتكم شايفين بشكل قوي جدا جدا بيديوهات كتيرة موجودة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب لناس وشهود العيان اللي كانت موجودة بس عايز اقول لكم ان التحركات التي تمت تمت سريعة جدا عندك اكتر من عشرين تلاتين عربية اطفاء اتحركت حماية مدنية قوات مسلحة اتحركت وست سيارات من هيئة البترول وخمس لوادر وست سيارات قلاب من المحافظات للتغطية بالرمل زي ما حضراتكم عارفين ان لما بينشأ بحريق بشكل او باخر فيه مواد بترولية بيكون عملية التعامل معها عملية خطيرة جدا وعملية صعبة للغاية وعلشان كده هم جابوا اللوادر علشان تبدأ تردم مكان الخط اللي حصل الخامة المتسرب اللي خرج من الانبيب واشتعل مع حرارة الجو ومع وجود عربيات كانت في المنطقة جنب المدرسة النزهة الدولية هو اللي ادى الى يعني احتراق كل العربيات اللي بين حتى في الفيديوهات العربيات اللي بتتحرق وفيه بعض المصابين كان فيه احد الفيديوهات اهو ناس بتسحب مصاب لان فجأة النار بدأت تنتشر بسرعة كبيرة جدا لان طبعا مواد لازجة بترولية محترقة ومنتشرة برا خط الانبيب نفسه في المنطقة دي ولكن السيطرة علي طمت كمية الزعر اللي اصابت الناس والاخبار اللي كانت طلعة كانت كبيرة جدا جدا في اول نص ساعة يا جماعة الخير عايز اقول لحضراتكم حاجة مهمة وانا قدرت احنا اتصلنا بكل المسؤولين في الساعة ونصة والساعتين اللي فاتوا وعرفنا نجيب لكم المعلومات اللي انا بقولها لحضراتكم دي وهناك معلومات احداك مش هتعرف تجيبها دلوقتي لغاية لما يحصل تحيات الا حصل يعني محدش يقدر يقول والله ده بسبب حادثة عربية لا والله ده حد كان بيحفر هناك لا والله مثلا فيجب ان احنا ننتظر ناخد الكاسر طيب معايا المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة انابيب البترول مساء الخيرة باس مهندس النورة فاندل ممكن توصف لي ماذا حدث يعني الحريق فين بالزبط ايه الحكاية هل ده بترول خام حدرتك في خط بترول بس بسرعة عشان بس معلش حدرتك انا يعني بعمل اعمال في الصحافة مهمة جدا والاعلام مهمة جدا بس انا بعمل والله اعمال هنا مهمة جدا حدرتك باختصار الشديد خط بترول بيدفع من الشقير والسخنة الى معامل تكريب مسترد ماشي حدرتك حصل ان جالنا بلاغ ان في خام طالع من الخط مكسور حدرتك بسرعة بلاغنا الناس بتوع الطوارئ بتوعنا على القط برة قفلوا البالف اللي قابل وفتحنا التصفية علشان نخف المنتج اللي طالع علشان نقلله وبعدين حدرتك عمل فيلم على طلع على طريق مصر اسماعيلية عمل فيلم سمك تقريبا من 3-5 سنطي معادة برضو بعض الاماكن الواطية قوي كان فيها اللي مش في الطريق اللي على جانبي الطريق الاماكن الواطية قوي كان فيها طبعا كمية اكبر كان فيها تجمع تجمع للمادة الخام والاشتعال حضرتك الاشتعال حصل نتيجة ان العربيات الشرطة وقفت الطريق ولكن في بعض السيرات انا كنت موجود في الموقع بنفسي وشفت بتحاول تعدي باي طريقة نتيجة الإصرار على انهم يعدوا ويعدوا من الاماكن اللي عليها خام اللي الشرطة بتمنعهم على انهم يروحوا لها حصلت شرارة من احدى السيرات فبدأ الحريق وعشان المادة الخام منتشرة في المفوق الاسفل انتشرت الحريق تم احمد الحريق تماما ودلوقتي بنضرد ان الاماكن اثارت حريق ماشي تمام بعد اذن حضرتك يا باش مهندس هل هل حيتغير الانبيب في المنطقة دي ولا لسه متعرفوش لا لسه لسه حضرتك ما يعني احنا مش قادرين يعني بنضرد مش رأد راحكم انه بعد المستبريد ينتهي واوصل للمكان بتاع الخط بأمان بس حضرتك كنت موجود وما كانش في حريق فعلا وكنت موجود موجود في الموقع ابت ما يحصل حريق وكنت بتحاول توقف العربيات والعربيات كان في مصير حضرتك لا انت شرطة مش انا تماما كان بتوقف العربيات العربيات كان فيه اصرار انها تعدي وكان بتعدي كمان من اماكن فيها فيها خاص واحنا كنا بنجيب بعد ما سيطرنا على الفلو وقفلنا المحابس بقينا نربي رمل وطراب فوق المدى الخام فوق الخام عشان يعزله عن اي مصدر شرار لكن طبعا حصل قدر الله وما شاء فعل احدى السيارات شرارة بدأت النار طبعا عشان الخام انتشر على مساحة كبيرة فامتد الحريق بسرعة ما فيش دي 2 اتنين كان امتد في المنطقة كلها الحمد لله سيطرنا على الحريق وطفى تماما ودلوقتي جاري بس عملات التبريد وبعد كده هنقدر نوصل للخط ونشوف وزير البترول واللوى خالد عبدالعالم موجود الدكتور طارق الملة واللوى خالد عبدالعالم وحافظ القهر انا بينهم حوالي بس 3040 متر تمام يا فندم انا بشكرك المهندس عمد عبدالقادر رئيش شركة انابيب البترول بشكرك شكرا جزيلا اتشوفوا انتو بتكلموا مع واحد وانا مقدر جدا الكلمة الالها في بداية كلامه وقال لي لو سمحت انتو مهمين او الاعلام مهم ولكن انا في قلب شغلي احنا حاولنا نجيبه لحضراتكم ليه احنا جبناه واصرنا ان نجيبلكو حد من قلب الموقع نفسه شوفوا بقى الكلمة الخطيرة اللي هذا الرجل قالها قال لك احنا لاحظنا وقفلنا وقفنا المرور وقفنا الشرطة وقفنا الطريق ولكن اصرار بعض العربيات ان هي تعدي وتمشي وتعدي فوق الخام اللي على الارض هو اللي اشعل هذا الخام هو اللي ادى الى الشرارة اللي اشعلت الخام ان الخام لما بيطلع بدأ ينتشر وهو قال لكم بصمك 2 سنتي او حاجة حاجة زي المية كده بمتحركة على الارض فانت روح تداخل في وسط كل الكلام ده الحمد لله الحمد لله ان كلها اجت تفحم في السيارات 31 عربية تفحمت واحترقت بالكامل ومعرض سيارات وسبع مصابين ولكن تم السيطرة على هذا الحريق الضخم للغاية اللي كل مصر بتتكلم عنهم كلهم مشاهرين الفيديوهات بتاعته الحمد لله ربنا يسلم الجميع وارجوكم ارجوكم ارجوكم لما حد يجي يقول له حضرتك واقف لان في حاجة زي كده يعني انا اللي مستغرب له الكلمة اللي قالها بتاعت ان احنا وقفين ووقفنا وقفلنا المحابس وخلصنا كل حاجة ولكن اصرار البعض رغم وجود الشرطة ورغم وجود رجال المرور على ان هم يعدوا وان هم يمشوا هو ده في الشرارة راح اتمسكت دنيا كلها واحنا في حر اساسا المسألة ما كانتش نقصة انك انت العشر دقيق اللي عايز تكسبهم على الطريق دول ادوا الى حريق دمر اه دمر 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 ملايين حريق ضخم جدا وادى الى الحمد لله الحمد لله ان ما فيش ضحايا ولكن كلهم فقط لا غير مصابين تم نقلهم الى مستشفى السلام فورا والسلام العام ويتم التعامل معهم وبإذن الله يكونوا بخير